كمان من أخبارنا الجيزة ضبط منشأة وعيد تدوير الزيوت المستخدمة في الوراء خلي بالكم نوضع ده بقى من موضعات المهمة جدا 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 ليه مهمة؟ لأن احنا بقلنا سنتين بنعمل حاجة أنا شايف أنها كويسة احنا زمان لما الزيد ده كان رخيص كنا بنرميه في الحمامات أو بنرميه في الزبالة أو بنرميه في الحوض تمام بنتخلص منه فكان بيعمل كان بيعمل مشاكل كتير جدا 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 على البلعات وعلى حوض المطبخ اللي كان يعاني بيعاني من كتر الزيت اللي بندلقه فيه نعمل بطاطس مرتين ونروح دلقين الزيت نقل سمك ندلق الزيت فظهر من سنتين كده ولا حاجة فكرة أن فيه أماكن وفيه ناس بيشتري الزيت الأول طلعت شركة تابعة لوزارة البيئة بتشتري الزيت ودي كانت حاجة كويسة بتد فيه ناس كتير تفكر طب ما احنا كمان نشتري الزيت ونعمل له إعادة تدوير ففكرة الزيت إن هو يتعمل له إعادة تدوير يبقى صابون مثلا مش مشكلة ومش هيضر بأي حاجة خالص لكن للأسف طبعا عشان انت مش عايش في المدينة الفضيلة وفيه ناس كتير جدا بيدعوا الفضيلة وفيه ناس كتير جدا لعندها ضمير ولا إنسانية ولا أي حاجة فأي حاجة بيشتري منك الزيت ده بيشتري منك الزيت البيض تمام الكيلو دلوقتي اعتقد وصل لعشرين يمكن أو خمسة وعشرين يا حاجة كده يعني إيه المهم إن هو زيت رخيص إنت مثلا لو الزيت عندك بستين جنيه لترة هو بيقول لك لا ده بخمسة واربعين فأنت طبعا بتشتري الأرخص أو بيروح مكان تاني كلنا عارفينه اللي هو إيه المطاعم وخاصة المطاعم إيه للفول والطعمية وقل يمعلم طعمية وقل بتنجان وقل مش عارف إيه وتروح البيت تقول إيه ده عمال لقرصين طعمية زي العسل والحصل إيه بيشتري منك هو بيشتري المطعم بيشتري بالجركن لكن ده حاجة محطوط عليها مادة كيموية عشان تنظف شكله لكن ده هو زيت يعني فيه مشكلة بيعمل إيه بعيد عنكم بيعمل سرطان الحل إيه أنا دايما عند الحل من زمان بس محدش فينا بيعرف يعمله عايز طعمية هات العجينة وعملها في البيت في الزيت اللي أنت عارفه بلاش أكل في المطاعم كتير بلاش أكل من برق كتير صدقوني حتى لو مطاعم غالية أنت ما بتبقاش ضامن الزيت جاي منين الطبق فول معمول في البيت أحسن من طبق شاورمة في مكان مش آمن أحسن من طبق شاورمة في مكان مش آمن بلح من السكين في مطعم شاورمة يعني أعتقد سوريا أو حاجة كده أطنان من اللحوم البيضة وأنت بقى تروح البيت فرحان ده أنا كانت تشاورمة النهار ده وحطيها لي في كريب بقى وعملت إيه وبتاعي وعتقتهم ودفعت كام سبعين وتمانين جنيه في السندوج فخلي بالكم موضوع الزيت ده ترجمة نانسي قنقر